طيب ده كلام أنا أتفق معك تماما فيه لكن كمان فيه جزئية هتناقش معك فيها شخصية اللاعب المصري وكمان عدد لعبتنا المحترفين وزي ما أنت عارف كان فيه ست لعبين من المنتخب البرازيلي وهم في سنة أهل من 23 سنة بلعبوا في الطوب الليجز في أوروبا هل ده سبب من أسباب التراجع أمام الفرق العالمية ده اللي هنعرفه لكن بعد التقرير منتخبنا القلوم بفتوكيو وحلم لم يكتمل أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب التقرير أكتر من رائع ويتكلم على كذا نقطة عايزك برضو أتناقش معك فيها الجزء الأولاني هل الاحتراف الخارجي لولادنا وهم صغيرين ممكن يكسر هذه الرهبة وهذا الخوف من الفرق الكبيرة ده سؤال وهل كمان الشخصية اللاعب المصري لما بتتبني من الأساس هل لازم يكون بنشتغل أنه آه فيه فرقات على مستوى الخبرات لكن لعيب المصري قادر على أنه يوصل لأعلى يعني شايفين طبعا أكبر مثال لنا محمد صلاح وبالتالي نبدأ كمان نشتغل في العامل النفسي شوية أن ربي ولادنا أن أنت عندك قدراتك والقدرات دي ممكن تنافس بيها الأبطال إيه رائق في النقطتين دول وتكلمنا عليهم من وجهة نزق الشخصية طيب نبدأ من النقطة الثانية عقلية اللعب المصري وشخصية اللعب المصري التجربة أثبتت خلال السنين اللي فاتت أن اللعب المصري اللعب موهوب لعب يمتلك إمكانيات كبيرة لعب لديه المهارات بشهادة حتى مدربين كبار لعب ومعهم لعبتنا برا زهر رزا كابتن محمد صلاح النني كتير نماذج زيدان أحمد حسن كتير من اللعب التالتنا فالعقلية الاحترافية عند اللعب المصري وعقلية لعب كرة القدم عقلية موجودة في عقلية جيدة في موهبة موجودة عند اللعب المصري ناقص أن اللعب المصري ينمي الحتة دي ينمي عنده حتة أن اللعب يزيق بلعب محترف هي المنتالي الشخصية نفسها اللي هو أولا لازم الإيمان بنفس دي مهم جدا أنك قادر أنك تشتغل ودي نقطة تماما جدا يعني كمان محمد صلاح تكلم عليه أنك تشتغل على نفسك أن احنا بنتكلم على النواحي الفنية احنا عندنا مهارات وعندنا نجوم وعندنا إمكانيات كبيرة جدا من النواحي النفسية نيجع عند المشكلة الأساسية اللعب المصري بتتكلم على المنتالتي بتتكلم على الالتزام بتتكلم على المصبر على الصبر على أنك تكافح لسنين طويلة بتتكلم على السبات في المستوى لموضة طويلة كل دوة أنت شايف أن دوة لازم نشتغل عليه الفترة الجاية عايزين نشوف حلول بالضبط يا كابتنين يا دي النقطة المهمة أنك إزاي تشتغل على نفسك اللعب المصري أن احنا زي ما قلنا أن الموهبة موجودة إزاي أن ننمي دي أنا دايما في مقارناتي وما أتكلم بقول أن ميسي موهبة ولكن أنا معجب شخصيا كشخصي برونالدو لأن أنا في اعتقاد أن ميسي موهبة ربانية بيشتغل على نفسه بس ما اشتغلش على نفسه الشغل اللي عمله رونالدو على نفسه رونالدو لاعب يشتغل على نفسه لغاية مقصر لأنه بقى نمبر وان في العالم مع ميسي برغم أنه لا يمتلك الموهبة الربانية الفزة اللي موجودة عند ميسي الموهبة الطبيعية اللي موجودة بين أقدام ميسي دي هي مش عنده رونالدو ولكن رونالدو هي دي العقلية رونالدو لعب بيشتغل على نفسه استمرار تدريب باستمرار الأحاديث اللي بتشوفها عنه تسمحها في الكلام زميله في الصحف العالمية اللي بيقولوه بيته يا كابتن مركز تدريب بيته نفسه مركز تدريب